مشاهدين الكرام في البداية يعني أشرف وأفخر بأنني منتسب لهذه المؤسسة العريقة مؤسسة الأظهر الشريف هذه المؤسسة التي تعلمنا على يديها الدين الوسطي الدين البعيد عن أي مشاكل بها تطرف آراء متطرفة هذه المؤسسة العظيمة والعريقة مؤسسة الأظهر الشريف كل من تربى في هذه المؤسسة يغار على هذه المؤسسة ويخشى أن تختطف هذه المؤسسة كباقي المؤسسات التي اختطفت خلونا في البداية مشاهدين الكرام نتابع شيخ الأظهر أحمد الطيب وهو يخوض معركة جديدة من أجل قانون تنظيم دار الإفتاء نتابع هذا الخبر من شبكة رازد ثم نعود للتعليق مع فضلت الشيخ عصام أهو مدافعا عن الأظهر الطيب يطالب بحضور مجلس النواب لمناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء طيب خلونا مشاهدين الكرام زي ما شفنا الخبر مع بعض من شبكة رازد وشيخ الأظهر أحمد طيب وهو يدافع عن الأظهر الشريف وأنا ذكرت في البداية وأنا أجلس في حضرة عالم أزهري وأقدمه كل يوم وأشرف بأن أكون معه كل يوم وأقول فضيلة الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأظهر الشريف فكلنا نغار هذه الطاولة نغاره على الأظهر الشريف نشوف كده مع بعض يا مشاهدين الكرام انفو داتا عن معركة القانون الجديد بين الأظهر وبين الإفتاء إيه المعركة إيه تفاصيلها قبل ما ناخد تعليق فضيلة الشيخ عصام تعالوا نقرأ كده مع بعض نشوف أهو الأظهر والإفتاء صورة لشيخ أحمد الطيب وصورة لشوء علام معركة القانون البرلمان يناقش مشروع قانون يحول تبعية الإفتاء لوزارة العدل الهدف إخضاع كل ما يتعلق بالمفتي الوضع الوظيفي إجراءات التعيين مدة شغل المنصب لسلطة السيسي مسوغات الرفض الإمام الأكبر بيقول أن القانون يمس باستقلالية الأظهر وبهيئة كبار العلماء ويعتدي على رسالتهما طيب البرلماني أحمد طنطاوي بيقول أن الأظهر المرجع الأساسي للعلوم الدينية والشؤون الإسلامية حتى مجلس الدولة قال أن القانون يخالف صحيح الدستور إذن من يؤيد هذا القانون؟ من يسعى لهذا القانون ولتطبيق هذا القانون؟ والاختطاف ما تبقى من مؤسسات دينية المؤسسة الأزهرية ومؤسسات شيخ الأظهر هو عبد الفتاح السيسي نشوف مع بعض صورة أيضا لكلمة شيخ الأزهر لأعضاء البرلمان وهو يوجه كلمة لأعضاء البرلمان يقول فيها اليوم أضع أمام بصر السادة نواب الشعب المصري المؤتمنين على مؤسساته العريقة بعد أن أقسموا اليمين على احترام الدستور مخالفة قانون دار الإفتاء لنصوص الدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الشريف هذه كلمة فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمجلس النواب وتوقع أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد ذي الكلمات وطالب أيضا فضيلة شيخ الأزهر بحضور الجلسة العامة وقال أنه هو مجهز كل حاجة ومجهز الأوراق وطابع نسخة لكل عضو في البرلمان برأي هيئة كبار العلماء بالعوارد دستوري لهذا القانون بكل من قالوا داخل الأزهر الشريف وهذه المؤسسة بأن هذا القانون غير دستوري كمان أحمد طنطوي كتب من ساعتين وزيما ينا ربنا يبركلوم معنا أبضيته أحمد طنطوي يقول عضو البرلمان الآن سحب قانون تنظيم دار الإفتاء قبل التصويت النهائي عليه اليوم مبروك لكل المصريين فشل تلك الهجمة على الأزهر الشريف كما فشلت سابقاتها وستفشل بإذن الله لاحقاتها ارفعوا أيديكم عن منارة العالم الإسلامي ده كلام النائب أحمد طنطوي على حسابه الشخصي فضلت الشيخ عصام تعليق حضرتك على مصرح به شيخ الأزهر وعلى الخطوات اللي بياخدها شيخ الأزهر من أجل الدفاع عن المؤسسات الأزهرية وأيضا دخول آخر حاجة كانت تعليق دوت للنائب أحمد طنطوي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالهجمات كما ذكر النايب أحمد طنطوي على الأزهر لا تنقطع ولا تنتهي منذ أن وجهت فوهات المدافع إلى إذنته وإلى مبناء على يد نابليون بونابرت والحملة الفرنسية ومنذ أن دخلت الخيل الأزهر ويعني غاصب بسنابكها في جثث المتظاهرين والأموات والشهداء المدافعين عنه وعن مصر والحملات لا تنتهي طارة تكون حملات خشنة بالسلاح والأليات الثقيلة كما رأينا في الحملات الفرنسية وغيرها وطارة بالقوى النعمة عن طريق القوانين والدساتير والإغلاق والمحاربة بكل وسيلة الآن يجري كما ذكرنا من قبل إصدار قانون لدار الإفتاء لتكون سلطتها متساوية بالأزهر ولسحب صلاحيات من اغتصاصات الأزهر الشريف مرارا وتكرارا ذكرنا لا يوجد على وجه الأرض مؤسسة دينية في العالم تمزق إلى ثلاثة أقسام لا يوجد أبدا الكنيسة في مصر هي الكنيسة في مصر هل رأيت البابا توضرس ينازعه في اغتصاصاته اثنان من القساوسة أو من رجال الدين في مصر لا كله بينبثك من تحته واضحة طيب هل الجيش كمؤسسة له أفرع تتعارض كل يأتحت من القائد الأعلى للقوات المسلحة تمام كله بيتوحد تحت قائد أعلى تمام خلاص هل سمعتم عن نقابة الأطباء خرجت فعارضت وزير الصحة وأخذت من صلاحياته لا كله تحت إطار وزارة الصحة وكله في النهاية تحت الدولة تمام تحت الدستور يتعامل به الناس لماذا يراد لأن عبد الفتاح السيسي جاء لينهي على كل شيء جاء بالانتخاب نعم كل ما جاء بالانتخاب يريد أن ينهى واحد وكل من منجزات ثورة يناير تمام المناسبة ليس فترة حكم الدكتور مرسي فقط نكون منصفين يعني الذي ساهم في إجراء الدكتور مرسي هذه الإجراءات في عهده هو أنه جاء منتخب ولم يكن ينتخب رئيسا أصلا إلا بثورة تمام وهو يعني لم يكن للإخوان أن يكون له مرشح رئاسي هو أحد نتاجات الثورة في غير وجود ثورة تمام ولم يكن لي ينجح مرشح للإخوان المسلمين في الرئاسة أو في غيرها إلا بثورة قبل الثورة كانت الناس تنجح بأصوات وحماية القضايا الصراديق تمام في مؤسسة قوية تحمي طيب الشيء دي من منجزات الثورة وضع شيخ الأزهر الذي تحول بدستور 2012 إلى وضع مختلف تماما عن ذي قبل اتنين رؤساء الجامعات بالانتخاب مفتي الجمهورية بالانتخاب وليس بالتعيين من هيئة كبار العلماء جاء السيسي كل ده بخ بخ مباش موجود جابر نصار اللي كان حزب وطني واللي تابع مبارك لم يكن ليحلم أن يكون رئيسا للجامعة إلا أن الأمن يعينه ومحصلش إنما جاء بالانتخاب منجزات ثورة ينايب مفتي الجمهورية شاو يعلم هذا المجهول النكر بين أهل العلم الذي لا يعرفه هو يعني أنا نفسي يا جماعة وانا على الهوى بقوله نفسي ابحثوا على جوجل قبل تعيينه 2012 طلعوا لي بحث أو حد واحد يتيم غلبان كتب مقالة كتب تويتا كتب حاجة نقلا عن شوء على الله نقلا عن شوء على الله لا جريدة ولا مجلة ولا موقع ولا فضائية ولا أي شيء وله الفضل اللي فعل له الفضل في اختياره كان الشيخ حمد الطيب بالمناسبة يعني طيب بسبب وفضل واحد تالي فضل عليه سعد الهلالي دون أن يدري وكان اللي عايز ييجي سعد فعشان اقصاء اللي سعد بتخاريفه وخزعبلاته وشواء فتواهي الشاذة طروا يجبوا حد يعني بقى تقليدي شوي فالجاب شوء على هذا النكر علميا طيب ثم دلوقتي بقى الافتاب ايه اتلغى حكاية الانتخاب يرجع للسيسي واي كمرة تختار ثلاثة هو يختار منهم طيب ثم التحول والانقضاض على أوقاف الأزهر طبعا وأوقاف المسلمين وأحيي لصيد محمد ناصر زمين العزيز في حلقة أمس فريق الإعداد عنده إنه مرع عملوا حلقة في منتهى الروعة والأهمية وثائقيا وعلميا عن الأوقاف وموقف نظام السيسي من أوقاف المسيحيين ومن أموال الجيش ومن أموال كل الوزارة إلا أوقاف المسلمين أيها أصبحت كلاء مباحة تمام أنا ليه بلف في اللفة دي كلها لأن كل ده الصخرة التي تقف أمام هذه الطموح المشيخة مشيخة الأزهر هي العظمة الوحيدة اللي بقية العظمة الكبيرة اللي بقية المواقف اللي وقفتها المشيخة من بعد 3 سبعة مش على هوا القائمين على 3 سبعة تمام ليه؟ استنكار الدماء في الحرس الجمهوري وفيه فض ربعة ده مش على مزاجهم عدم تكفير داعش مش على مزاجهم عدم الظهر فتاة كما يريدون مش على مزاجهم أيه إذن القصة هنا مطلوب إيه؟ طب نعليش يا شيخ وإحنا بس بنتكلم كده وخلينا زي ما انت عاودتنا أنقل لك برضو نضي الناس يقول لك طب ما ممكن تكون الإمارات هي اللي بتعمل كده وعايزة الشيخ أحمد الطيب يمتص بقى الجو ويبعدوا الطيار الإسلامي ويخلوا أحمد الطيب في الوجه والأصدر ويبقى هو ده البديل للدين وإحنا بيدحك علينا السؤال السؤال الآن فين الطيار الإسلامي في مصر هل له وجود؟ خلاص بقى عايزيني وجوده البديل لا لا أنا مش بقول النمات انتهى في فترة كمون تمام في فترة إقصاء طيب أنا موقفي كطيار إسلامي مش أنا كعصام أنا بقول أنا كطيار إسلامي أنا محجوز عن التكلم مع العالم في صوت آخر رسمي أنا في النهاية هل الجماعات غاية ولا هدف ولا رسالة ولا وسيلة وسيلة تمام حلوة أوي وسيلة لإيه؟ خدمة الدين تمام طب إذا آمل أهل الدين المتخصصون بالرسالة يظه الله خير جميل جدا وده اللي قاله حسن بنا أنا يقول لشيوخ الأزهر أنتم الضباط الأصليون ونحن الضباط لإحتياط جميل تعبير رائع نزوغة الأصلي الله يوفاء أمتى بتحتاج لإحتياطي؟ الحرب استنزاف وحرب كبيرة محتاجة الماء موجودة بنتوضى ما فيش ماء بنتيمن أيوة هذا الشاهد المهم هذا هو المقصود الشيخ البنة الله يرحمه لما كانوا يطلبوا ناس يضمون للإخوان زيش محمد عبدالله وعدد معلم الأزهر كانوا يرفض ليه؟ قال يا جماعة دعوا خالدا وشارعا على خالد محمد خالد أيوة ودعوا الجامعات الشرعية تعمل أيوة هيجي يوم لن نكون موجودين أيوة صحيح هؤلاء يكونوا هما حائط الصد ضد الحمارات ضد الإسلام تمام وده الرؤية الواسعة إنما نقول ده جاي عشان يأكل مكان التاري اللي هو فين حضرتك أي اللي هو فين فين مكانك دلوقتي طيب تمام راضينا يعني أنت الأزهر مساحته معروفة والطيارات الشعبية مساحتها معروفة طيب حضرتك تلعت من أقل من شهر وكنت عندك إرهاصات لما يحدث الآن واختطاف المؤسسة الأزارية وكنت مع أستاذ محمد ناصر في مصر النهاردة هنا على شاشة مكملين وتكلمت في حاجات دلوقتي احنا بنعيشها هو تشيخ أصاب المقدمات والنتيجة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي تربطهم ببعض ازاي لا ما هي النتائج ما هي نتائج يا أخوانا هذه المؤسسات التي اختطفت الحكم واختطفت إرادة الناس يخطط لها تشغل من نفسها ودماغها ما دي ما عندهاش دماغت فاكر لو ده تعرف الدباب والقاتله بس ايه انما القوى النعمة دي لا يحتاج حد يخططه هو غشيم ابو غشم في مدراع ابو دماغ ده لازم حد يخططه تمام التخطيط اللي من براء بيجيله كده القوى اللي صام ده ايه كده طب فهمنا تفاصيل النزاع ايه تفاصيل النزاع كالتالي المطلوب ان الأثر ضيبة مجرد فسوخة رمز كده شكل خلاص خلاص لحد لما يجاب حد بتاعهم ايه ماشي فاتاخد من صلاحياتك حاجة 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 يا تزهى وتستقيل ايه خلاص يا اما انفضيها سيرة ويتقف الله ظهر وعندنا عندنا مدارس حكومية وشغالة زي الفل ومتطلع وعندنا دار علم بيطلع دكاترة الشريعة ايه عايزة تاني اه القصة مش كده زي ما تلغى القضاء الشرعي وتلغى مدارس القضاء تمام وتلغى ما هي حاجة حاجة فانت يعني هنا وهذا يذكرني يناس تقول لك تقول لك ايه بأيين يعني على شيخ الازهر وعلى فلان وده بيذكرك بايه بان لصوصا طع طرق قابله رجلا ومرأته وقالوله امعك مال قالوا ما بعدها اسألوا معاك فلوس ايه اللي بعده قالوا سنسألك امع زوجتك حلي قالوا ما بعدها قالوا سنسألك امعك زوجة يعني هنغتصبها قال اذا انا قتيل دون مالي من الان وهو الناس فاكر انا بيدفع عن مالك لا اهودي في النهاية دفاع عن مالك لانه اللي جاي بعد منه العرب صحيح هي القصة الناس مش فاهمة كده ده يقولك ده يعني حاجات بسيطة شكلية ما حبيب الشكل عشان انت بتنشن على الجوهر تمام انت بنشن على القلب ايوه فانت للحفاظ على القلب بتعمل ايه ما انت عشد عفظة لقلبك كل كويس ايه بعد عن السمنة مش عارف اعمل ايه ده ده شكليات لا مش شكليات دي مع بعض بتكون دفاع وحاق تصدع عن الأمراض هي دي المشكلة اي وبالمناسبة اللي يرجع لتاريخ مجلس النواب في مصنة 1928 طالب اعضاء من مجلس النواب بإلغاء دار الافتاء لأن الأظهر يقوم برسالته ولا نحتاج دار الافتاء ايه رأيك باه العكس ايوه سنة 1928 ذكر ذلك مؤلف كتاب اسلام الدولة المصرية اسلام الدولة كان موقف الأظهر وقتا ايه لا الأظهر راح دافع الله حلو جدا الأظهر ذهب ودافع ورفض لا يالش حلو بقى ومصلحة وما فيش لا ورفض وقال انه لا في رسالة وفي كذا وكذا وكذا ولا دورها مهم بقى بس ننامي ونشجع دورها على هذا الشأن تمام اذا يا شيخنا الموضوع اسألة ان قرأت لغا ومتلغيش طبعا هذا ما نتمنى سريعا جدا دوركو كعلماء دلوقتي يا شيخنا وعلماء عاملين ومنصفين اهل العلم المنصفين دورهم ايه تجاه الأظهر في هذه الأزمة تحديدا دور في هذا الشأن كل يقوم بما يستطيع اعلاما قولا مساندة على الصفحات السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي في الواقع كل يقوم برسالته تمام وبعلي على فكرة يا جماعة لا يمكن هذا النظام يحارب مشيخة ومؤسسة بذا الشكل اللي يشتغل كويس ايوة صحيح وضوها قاعدة عمرك شفت قرار انت عملت بعت للإفتاء اعدمات فالإفتاء يجي يقولك مين مع الطلق والله انت عارف المشيخة والشيخ المشيخة ما هم تابعين لا انا اصدي دار الإفتاء كلها تابعة في الاخر من المؤسسة شف خدها قاعدة شف النظام ده راضي عن مين وبيحارب مين باين واضحة زي الشمس لا يوجد مرة اي حاجة مع الصلاجة مع الأوقاف ولا الإفتاء ليه حسنا لسه نتكلم برا عملي اللهم مدينة انتاج إعلامي جوه دار الإفتاء لتأييد عفتاح السيسي والتعريض له بس شكرا فمسألة هنا واضحة تمام مسألة ده النظام عايز ولا الضلين امين تمام يا شيخ نجزاكم الله خيرا إذا مشاهدين الكرام